مع بداية 2022 تفاجأوا مستثمرين نتفليكس بإعلان الشبكة لخسارة لأول مرة بتاريخها تقريباً ربع مليون مستخدم هذه أول مرة تصير من يوم تأسست نتفليكس الأسوأ من هذا أنه ممكن يخسرون أكثر من 2 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من نفس السنة مع ذلك نتفليكس قاعد تعطي مبررات الكل يشعر بأنها غير حقيقية لهذه الخسائر وأسئلتنا لهذه الحلقة ليه نتفليكس قاعدة تخسر قاعدتها الجمهورية بشكل مفاجئ هل هو بسبب مشاركة الناس كلمات استرزيمة تقول؟ وكيف نتفليكس قررت تحل هذا الموضوع بقرار غبي جداً رح يزيد من المشكلة؟ والأهم من هذا كله هل موظفي نتفليكس راضين عن المحتوى اللي هم قاعدين ينتجونه؟ وهل المحتوى اللي هم قاعدين ينتجونه لح علاقة في هذه الخسائر؟ تعالوا نجاوب على هذه الأسئلة بهذه الحلقة ومرحباً أدام أنا سعيد جداً بردود فعلكم على الحلقات الماضية زي The Pirate Bay وغيرها ردود الفعل كانت خرافية جداً بناء الله على طلبكم رح نحاول نكثر مثل هذه الموضوع بس لاسنسى تشترك معنا تفعل الجرس وراح أتابع تعليقاتكم كالعادة بالأسفل بالتعليقات في عام 1997 كان كل من مارك وريد منبهرين بالخطوة الأساسية اللي يسوها في بدايات نتفليكس ومن هنا نجاوب الفكرة لتأسيس شركة نتفليكس وبدأوا يجربون كيف يقدرون يكبرون هذه الشركة بدأوا بنشر الأفلام عن طريقة أشرطة DVD يرسلونا العملاء بالبريد وبالفعل حققت نجاح مبهر في 2007 قرروا دخول الانترنت وبدأت في أمريكا في البداية في عام 2013 قرروا يجبون الإنتاج الخاص وحققوا نجاح كبير من خلال أول مسلسل لهم اللي هو الهاوس أوف كارتز ثم في 2016 أطلقتها بمئة دولة إضافية وهنا بدأت الشهرة الفعلية لنتفليكس لتجاوز 33 مليون مشترك لكن في 2019 وصلت قرابة 160 مليون مشترك الأمور كانت كلها بماشية تمام وسمعة نتفليكس في العلالي ما أحد أبدا يتوقع أن نتفليكس ممكن تخسر إيليين بداية الـ 2022 أعلنوا لأول مرة عن خسارة مشتركين هذا إيش تسبب فيه؟ تسبب في انخفاض قيمة الشركة بقيمة 50 مليار دولار وبهذا خسرت شركة 70% من قيمتها منذ بداية السنة وهنا بدأ بالشك في كل شيء خاصة الشركة فمثلا بدأ المستثمرين تسألون هل أصلا نتفليكس لها مستقبل؟ الأسوأ هو أن توقعت أنه خلال ثلاثة الشهور القادمة راح يخسرون 2 مليون مشترك نتفليكس تقول أن السبب وراء هذا الموضوع هو مشاركة الحسابات فسابقا قدمت هذه الميزة وكانت تعتبرها ميزة لكن بواقع الأمر إذا تبقى رأي خاص نعم قد يكون هذا أحد الأسباب لكن ليس السبب الأساسي وشخصيا أتوقع بأن الشركة قاعدة تتهرب من الاعتراف بالحقيقة في أسباب كثيرة إذا ما اشتغلت على نتفليكس فإنها ممكن تضيع بالفعل السبب الأول واللي ما راح تلقى ميديا أجنبية تقولها بوضوح هو أنهم سيسوا محتواؤهم واحد أدوات السياسة هو أنهم يركزون على اللي بالي بالك بتقول هذا إيش دخل في السياسة بواقع الأمر فأنه هذه تعتبر أحد أدوات الضغط من أمريكا على الدول وبالتالي كل المسلسلات راح تلاقيها لازم تركز على ما أسفل السر فمثلا أول وأنجح مسلسل اللي أنت جواه في بداية 2013 هو كان خرافي بالكامل يتكلم عن كيف تدار الحكومة الأمريكية سياسيا وما كان لها علاقة أبدا بسواليف تحت السرة ولا كانت تتكلم عن العلاقات الجنسية الخاصة لكن فجأة بعد ما تغيرت سياستهم تحول المسلسل إلى مسلسل مثلي الجنس بدون سبب ومع الوقت بدأوا يلاحظون أن هذا النوع من المحتوى ما يحقق مشاهدات عالية ولا نفس التفاعل بس مضطرين أنهم يكملون فيه وهذه مشكلة بحد ذاتها ولما الناس عبرت عن انزعاجها بمناطق مختلفة حول العالم من هذا المحتوى نتفليكس بدل ما تتراجع كتبت تغريدات تهدد بأنه أي أحد ينتقدهم أو يتطاول عليهم راح ترفع عليهم قضايا كلنا نعرف أنه نتفليكس تخصص المحتوى بحسب الدولة فاللي تشوفه مثلا في السعودية غير اللي في الأردن الأكيد أنه غير في أمريكا أو مسموح فيه في بريطانيا فبالتالي سؤالي هو ليه نتفليكس ما زالت مصرة على إجبار الناس محليا على أنهم يشوفون شيء منزعجين منه إذا كنت تعتقد أن هذا الاعتراض على المحتوى هو بس محلي وعربي فراح تكون غلطان المشكلة بدأت من داخل نتفليكس نفسها صار في عندك مجموعة موسهلة من الموظفين ضد المحتوى اللي قاعدين ينشرونه ضد هذه الأفكار والأيديولوجيا وصلت إلى مرحلة من كثرة الضغط أنه نتفليكس صرحت بشكل رسمي الموظف اللي مبعاجبة يقدم استقالتها الآن ومن هنا بدأت الاستقالات وكذلك تم طرد مجموعة أخرى من الموظفين بالفعل كذلك تقدر تدخل مواقع عالمية زي كورا بتلاقي مجموعة من الأسئلة ومحتوى لناس إعلانين من المحتوى ويقولون ليش أنتم قاعدين مصرين على هذا النوع من المحتوى وهذا كلها كانت المشكلة الأولى نجي لمشكلتهم الثانية لما صار الحجر كلنا قاعدنا بالبيوت صار عندنا وقت كبير وطويل جدا وفاضين فيه الناس ختمت نيتفليكس واضطرت أنها تطلع وتشوف بدائل وقتها انتبهوا أن البدائل عندها محتوى أفضل وأنظف وأرخص فوق هذا كلها نيتفليكس اضطرت أنها ترفع أسعارها مؤخرا ووصلت إلى 20 دولار لما تشوف المنافسين فهم أرخص بكثير فمثلا أبل تيفي بلس بخمسة دولار فقط بل أنه لما تلاحظ انتجات أبل فهي أعلى جودة كتصوير وقصة وإخراج صحيح أن محتوى هم أقل لكن مستوى الانتاج فرق مع بعض الناس كيف سنفعله؟ سنضع إعلانات وهذا أسوأ شيء ممكن يفعله لأنه لو تذكر في بداية شهرة نيتفليكس اشتهرت لأنه كانت منصة ما فيها إعلانات وغير مزعجة مثل التلفزيون منهاية هذه الحلقة هل أنت اشتركت معهم سابقا؟ وهل ما زلت مشترك معهم الآن؟ هل أنت من الناس اللي ألغوا اشتراكاتهم وأخرى مع نيتفليكس؟ وهل توجهت لبديل ومين هو البديل؟ منهاية هذه الحلقة هل أنت واحد من الناس اللي يكنسلوا اشتراكاتهم أخرى؟ أنا أدهم وشوفك في الفيديو القادم لا تنسى تشترك معنا مع السلامة